اشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله بالانجاز الذي حققه فريق بحرين ون بتتويجه بلقب بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة الدراج قبل جولة واحدة من انتهاء الموسم مؤكدا سموه ان هذا الانجاز جاء نتيجة للدعم والتهيئة الفنية التي قدمها جميع اعضاء الفريق خلال الفترة الماضية وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم لسيارات فئة NHRA برومود لموسم 2021 في الولايات المتحدة في شهر مارس القادم وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر البحرينية وجميع اعضاء فريق بحرين ون منذ بداية العام الحالي وتتويجهم المبكر بلقب بطولة البحرين مضيفا سموه ان هذا الانجاز يؤكد ما تتمتع به هذه الكوادر من كفاءة وقدرات عالية انعكست اجابا على اداء الفريق بشكل عام واسهمت في ارتقاء منظومة بحرين ون محليا وعالميا مما ترجم تلك الجهود بتحقيق العديد من الانجازات ابرزها التتويج لعامين متتاليين ببطولة العالم وكذلك حصد لقب بطولة البحرين مبكرا هذا الموسم وعرب سموه عن ثقته الكبيرة في قدرة فريق بحرين ون على المنافسة في بطولة العالم القادمة معربا عن تمنياته لجميع السائقين بالتوفيق والنجاح ويتمكن من مواصلة تحقيق الانجازات والنتائج المشرفة لرياضة السيارات البحرينية على مختلف الاصعيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة